فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسد نعم فمجرد الفعل هو لا ينهى عن مجرد الفعل وإنما ينهى لما يترتب على الفعل أو يأمر لما يترتب على الفعل من خير أو من شر لا لمجرد الفعل فقط وإنما لما يترتب عليه من مصلحة أو مفسدة نعم أن في هذا الفعل يعني موافقة لأهل الصراط المستقيم أو العكس أو موافقة لأصحاب الجحيم أو العكس ما في شك